يمكن حديث القاهرة عندنا مناسبتين ساعتين جدا جدا واحدة فيهم خاصة بزميلنا الكاتب الصحفي الكبير والمحلل واللي كان ضرفنا مبارح الأستاذ إبراهيم عيسى والتانية خاصة بزميلنا الدكتور محمد فاتحي رئيس تحرير البرنامج ده في حديث القاهرة اللي خفه من كورونا أيوة الحمد لله على سلامته والله منوارنا بقاله من أول الأسبوع طب ما تحكي لنا عن المناسبة الأولى؟ المناسبة الأولى لأن صديقنا إبراهيم عيسى فاز بجائزة الإنجاز لرجل الأعمال الإماراتي خلف الحبطول لتميزه في مجال الإعلام إبراهيم تسلم الجائزة قبل أيام في حفل إعلامي كبير وكان من بين المكرمين الكاتب الكويتي الكبير أحمد الجرارلة الدكتورة رفيعة غباش من مؤسسة متحف المرأة في دبي والإعلام اللبناني مرسيل غانم طبعا مش جديد على إبراهيم عيسى هو حاصد الجوائز الإبداعية سواء كانت في الإعلام أو في السينما تهنئتنا لزميلنا العزيز إبراهيم عيسى تعالوا نشوف فيديو من تكريم إبراهيم عيسى وكلمته كان بيقول إيه ونرجع تلك هذه لحظة أستطيع أن أقول أنها لحظة عظيمة في تاريخي المهني أسعد فيها حتى مع الفيلم المقدم والتقرير المقدم عني الذي أعيد مرتين كتكريم مضاعف من وجه النظري فضلا على أنه يعتمد تعبير أن الكاتب أولا وأخيرا نعم الكاتب أولا وأخيرا هذه الجائزة جائزة ليست لإبراهيم عيسى فقط ولكنها جائزة لكل كاتب مصري أراد أن تكون الأمة العربية والعروبة منارا ومنارة للعقل والانتصار للعقل في مواجهة الظلامية والظلام وفي واجهة التخلف والتطرف مرة أخرى وليست أخيرة بالتأكيد أحيي وأشكر السيد خلف الحبطور على هذه الجائزة